اشتركوا في القناة المتوفرة بلبنان من شاء سكنية مكاتب وفلل بمختلف المناطق اللبنانية خلينا نتابع سوا شو محضرنا فريق عمل بروبرتيورز اليوم خليكن معنا شاء جديدة وبمسيحات صغيرة للبيع بمنطقة الربوة ع طريق عام البتركية مسيحات 170 و180 متر مربع أو ديوبلكس على آخر طابق مع جنينة وتراس بمساحة 330 متر مربع تقسيم الشقق ببناية الربوة مقسمة على ثلاث غرف نوم واحدة منهم ماستر طولات لديوف واثنين ريسابشن أرياس بيطلعونا على بالكون بيطل على الفيو بلاد سيراميك بالأرض تدفئة على المزوت طاقة شمسية لتأمين ماي صخنة والمطبخ عم يتسلم حسب زوء الزبون ومصنع من أحدث الشركات العالمية شقة جديدة ومسيحات صغيرة كل شقة تابعة لقلة تراس ومنظر ما بيتسكر عليه مئة وسبعين أو مئة وثمين متر مربع بمنطقة الربوة ستارتينج برايس ألف وتسعمية وخمسين دولار بالمتر على علوت لتمئة وخمسين متر عن ساحة المدينة جبال جينا على منطقة بلات براس مستيتا تحديدا لنتعرف على بناية جديدة مألفة من ست شقق سكنية للباع مسيحات الشقق بهالبناية مئة وخمسة واربعين متر مربع مألفين من غرفتين نوم، اتنين ريسابشن، مطبخ مع غرفة خادمة وحمامة طويلات للديوف، الشقة تانية اللي على الواطئ لهم تراس، الشقة تانية اللي على العالة بالبناية ديوبلاكس بمساحة ميتان وخمسين متر مربع بثلاث غرف نوم ماستر وكل الشقة بهالبناية مطلين على فيو كتير مميز، صوب البحر قاعدة ريئة صيفية وشتوية، منطقة خضرة، كل شقة إلى منظر ما بيتسكر عليه كتير حلو صوب جبال، اتنين باركينج واكا في اندر جراوند، بمنطقة بلات جبال مية وخمسة واربع متر مربع سامبلاكس بمية وخمسة وتسعين ألف دولار او ديوبلاكس بمساحة ميتان وخمسين متر مربع بميتان وخمسة وتمين ألف دولار شقة فخمة للبيع بمنطقة بعبدات جبل المتن الشمالي بعبدات منطقة عم تزدهر بسرعة بسبب موقعها على طريق متن السريع عش دقايق عن الساحل وبسبب مناخة المعتدل بالصيفية والشتوية ميتان متر مربع مساحات الشقق ببنايت بعبدات تمان شقق سكنية أفايلبل للبيع وجاهزين للتسليم بأول صيفية لألفين وخمسة عشر ميتان متر مربع من جوة مقصمين بطريقة كتير زكية ثلاثة نوم واحدة منهم ماستر والعمار كتير فخم مع هاي اند فنيشينج الشقة من جوة مواصفاتها كتير عالية بلاتر خام مطابخ تليانية اير كونديشن واشوفاج ريكبين واجهزين للاستعمال البناية من برة ملبسة خشب باركليكس مع لوكوبوند كل شقة تابعة لقلة باركينج وستوريج روم بمساحة عشرين متر مربع بيب عبدات مساحات شقق 200 متر مربع افيلبل شقق مع تراس وجنينة او ديبليكس بمساحة 300 متر مربع ب2750 دولار بالمتر شقة مفروشة وجهزة للسكن بمنطقة ساح العلمة كسروين هالشقة مسحتها 275 متر مربع على اول طابق من هالبناية اللي عمرها سنتين معها تراس على شكل قل طويل ومسحته 200 متر مربع وصله مي وكهرباء شقة من جوة فولي داكوريتد وعمتنباع مع فرشة بلاتر خام بالارض ديكور جافسين بكل الشقة سبلت اي سي يونيتس شفاج عالميزوت سالون فرش جلد تلياني شستير فيل ديزاين خشب سنديان المطبخ فولي اكويبت والكونتر توب ريزين غراف النوم كلهم مجهزين بجافسين باركي بالارض وخزانات خشب بالحيط سطورات البيت على الكهرباء والإنارة كلها LED واللي بيميز الشقة تابليات موزييك سابتة على الحيطان شقة اللي شفناها بساحة العلمة بتتميز بموقعها وبسعرها بعيدة ديئة عن اوتوستراد العام بنفس الوقت منطقة ريئة وما فيها ازعاج بوجه دغري جنينة عامة ما بيتعمر فيها وبالطل صوب البحر تابع لها الشقة اتنين باركينج اندرغراوند والبنائي الى جينيريتر 24-7 275 متر مربع بساحة العلمة مع تراس 200 متر مربع شقة من جوه فولي اكوبت وفولي داكوريتد ثلاثة غرف نوم واحدة منه الماستر للبيع ب 690 ألف دولار مع فرشة شقة من جوه فولي دولار موسيقى اذا عم تفتشوا على شقة بسعر كتير مميز وبمنطقة فخمة وشارع كتير رايق ما قلكن غير سام بلدنج بمنطقة عوكر البلوك سام بلدنج بناية جديدة جاهزة للتسليم ومقلفة من 6 شقق سكنية تتروح مسيحاتهم من 200 إلى 300 متر مربع اول شقة بالسام بلدنج هي طابق كامل على السوصول مقلفة من 260 متر مربع شقق سكنية 100 متر مربع غرفة تابعة لهالشقق على نفس الطابق و200 متر مربع تراسات وجنينات موسيقى تاني شقة بسام بلدنج مقلفة من 210 متر مربع سكن وتابعة لهالشقق من خلال بوابة على الكهرباء على نفس الطابق بمساحة 140 متر مربع موسيقى موسيقى الشقة الثالثة بالبنية هي على الطابق الأول ومساحتها 200 متر مربع وآخر طابق هي ديبليكس بمساحة 300 متر مربع موسيقى مثل ما ذكرنا سام بلدنج على شارع كتير رايق بمنطقة عوكر بلفو كل شقة مجهزة بإمدادات للشفاج ومجهزة بصولر باور لتأمين مي صخنة كل شقة بتتميز بمنظر نهائي ما بيتسكر عليه بمنطقة العوكر بلفو مساحات من 200 إلى 300 متر مربع أسعار من 380 ألف دولار لل 440 ألف دولار موسيقى موسيقى الزيارات الموسيقى فكرة مساحاتится كرس Allegrett الموسيقى عقوق الموجودة بطاور براهيم سرسو رزيدنسز طاور براهيم سرسو رزيدنسز مألف من 24 طابق والأمينتيز الموجودة فيه تتضمن 2 انترنسز على شارعين مختلفين 24 7 سيكوريتي كاميراز لانسكيبينج جانيريتر و 6 بيسمينت فلورز للباركين وفولي إكويبت جيم مع مساج روم هالأبارتمنت ديوبلاكس موجودة على الجراوند فلور والفرست فلور من هالتاور مسيحتها 600 متر مربع أول طابق ملف من السالونات داينينج روم طولات للديوف مطبخ وغرفة الخادمة وتاني طابق ملف من أربع غرف نوم ماستر مع غرفة قاعدة بالنص ديزاين هالأبارتمنت معمول مودرن والمطبخ فولي إكويبت معمول بطريقة مفتوحة على الداينينج روم وعننا الأوبشن أنه نسكره كرميل أكثر برايفيسي بما أنه نحن بالأشرافية وحبيتوا تطلعوا لبرا بالهوى الطلق تابع لهالأبارتمنت جاردن مسحتها 60 متر من ربع حواليا خضار وموقع ضغري بين فيلا وميزي سرسو مثل ما ذكرنا أربع غرف نوم ماستر تابعين لهالديوبلاكس مع غرفة قاعدة بيناتهم الأبارتمنت مجهزة بأي سي شفاج وسمارت أوتوميشن سيستم تتميز ببرايفيت أنترنس مستقلة عن الطاور بالإضافة لبرايفيت أليفيتر بنقلنا بقلب الدوبلاكس وبيخدنا على أربع مواقف سيارات بالباركين 600 متر مربع أبارتمنت دوبلاكس مع 60 متر مربع جنينة درايفرز روم وستوريج روم بأهم موقع بسرسو أغلقت بورسة الأردن على تراجع بنسبة 0.08% لتنهي تدوليتها عند مستوى 2186 نقطة وتصدر سهم شركة تطوير العقارات قائمة أكبر الربحين حيث ارتفع بنسبة 4.76% بينما كان سهم شركة تونيف موضع أكبر الخاسرين استراجع بنسبة 7.33% PropertyYours.com هو بريدنا الإلكتروني لتعرفوا معلومات أكثر عن العقارات المعروضة للبيع وكمام نتلقى رسائلكن على إنفوات PropertyYours.com كما وفيكن تتصفين على الأرقام اللي عم تظهر على الشاشة وصفحتنا على الفيسبوك كل حلقاتنا ترجع بتحضروها على mtv.com.lb مزيدنا العقارات والأخبار العقارية بحلقتنا المقبلة كل يوم وبنفس الوقت كونالماعات موسيقى موسيقى